أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى عزائي المشاهدين خلوني أرحب بضيوفة في هذه الفقرة أستاذ جمال الزهير أستاذنا أهلا بك مبارك كل تمام أستاذ محمود صابري أستاذ محمود كل كويس؟ كل كويس؟ الحمد لله أعرف رأيكم الأول قبل ما نتكلم عن مباراة المحلة رأيك في مباراة الأهلي والزمالك رأيي في مباراة الأهلي والزمالك أن النادي الأهلي أو لعيبة النادي الأهلي تحديدا عشان يبقى الكلام محدد ضيعوا فرصة كبيرة جدا لتحقيق فوز كبير في الشوط الأول تحديدا وكانوا هم الأفضل والأقرب ونحن بنتكلم بقى كان ناحية فنية والزمالك كان متراجع جدا وخايف من المباراة من البداية وطبعا ده إدى فرصة في الشوط التاني أن نادي الزمالك بعد ما عمل تغييراته فريرة نزل شيكبالا وكان الحقيقة يعني له دور مهم جدا طبعا بلمساته وخبرته أنه هو يعود أو يلحق النتيجة بالتعادل ثم بالتقدم بهدفين لغاية ما النادي الآلي أحرز هدف التعادل فالمباراة في حد ذاتها هي مباراة أنا بقول أن البدلاء كان لهم دور كبير جدا في الشوط التاني من الفريقين أنهم يغيروا نتيجة المباراة لكن كنتيجة أنا بشوف أنه النادي الآلي كان ممكن لو كسب هذه المباراة طبعا هتبقى نتيجة أفضل بالنسبة له لكن الكلام لسه في الملعب يعني نقدر نقول أن الفرصة ما زالت قائمة لأن الآلي عنده مبارايات مؤجلة ويستطيع من خلالها أنه هو يحقق الفارق الذي هو عايزه في النقاط مع المنافسين الزمالك وابيراميدز لكن المباراة بشكل عام بتفكرني شوية برضو كابتن إسلام بمباراة القمة بين الآلي والزمالك في الدور الأول لها خمسة ثلاثة النادي الآلي كان ممكن جدا نتيجة هذه المباراة ما تبقاش خمسة ثلاثة ممكن تبقى نتيجة أعلى من كده وممكن الأهداف اللي دخلت مرمى الآلي برضو ما كانتش تدخل لأنه الآلي رايح برضو شوية أثناء المباراة يعني عايزة أقول أنه الآلي في المباراتين هو اللي قدى فرصة للزمالك يرجع للمباراة مضبوط يعني سواء في مبارات الدور الأول أو الدور الثاني سيد محمود بص كابتن مشكلة يا كابتن أنت النهاردة عندك 11 نقطة خسارة في المجمل بداية الموسم الأهل في المباراة نزل ونادي الزمالك عنده هاجس في الصفوف المكتملة وفوجة أنه ناد الزمالك مرحش للمرمى من ناد الآلي غب بعد 25 دقيقة بالضبط أول حالة لزيز هو كان أبرز لاعب في فريق ناد الزمالك في شوط لولاني هو زيز يكون أكثر حركة كان عنده الجراء للأسف لم يستفيد داعبت للأهل وأنا حزين أنه ده يصل إلى مستوى اللاعبين الدولين في الفريقتين كمية المسباص الغريبة والمريبة اللي تخلقته قد تفكر لو رحنا كسعالم كنا هنعمل إيه لو رحنا كسعالم كنا هنعمل إيه يعني دي مشكلة بترجعك لكلام أصدق كمنتخب ها كمنتخب يعني لو رحنا كسعالم كمنتخب كنت هتعمل إيه لا فيه أخطاء يا كابتن إسلام ما صحش تظهر من اللاعبة بالحجم والمستوى المفروض والمبالغ الضخمة المدفوعة فيها الأهل فرّت في الفوز وأضاعه في الشوط الأولاني كان ممكن يأتي المباراة نهائيا ويخلص المباراة في الشوط الأول كعدت في المرات الفات لكن ظهرت العيوب في الشوط الثاني العيوب بدأت الأنفاس تقل يا كابتن الليقة البدنية الليقة البدنية أفقدتها كل شيء ولذلك في لحظات في المباراة تشعر لعبة الأهل وكأن في أقدامهم أكياس من أرون مش هادرين يتحركوا لكن الزمالك استفاد من التراجع بالعودة بنفس الأخطاء بنفس الترتيب وحكيت الكلام ده وقلت يا جماعة العيد والمباراة اللي قبل كده هتجدوا نفس الكور اللي عمل أشكبال استفاد منها استفاد منها اللي قريبين منه ويتغطوهش ما بعملش بشهد بس تفرّوه كل ده ناتيكتي انترجعت وصنعت بأمانة شديدة والجيل ده بحسسني بعض الحين بيصنع من البعض نجوم يعني فيه فترة كده تلقى أحد أصنع نجوم اديت فرصة بقى انه زمانك لعب بالناشئين ولعب بالمش عارف ايه وكسبه ومش عارفه ولعب صغير عمل لقطة مهمة جدا على أكبر من 3-4 مدافعين مميزين بأمانة وأنا زعنام بقول يا جماعة فيه ناس في فرة ندالي محتاجة توقف مع نفسيها مش محتاج حد تكلمة كل واحد يقعد مع نفسه يتفرج يراجع يشوف هو ده مستوى مع الأهلي مع الفريق المدين وكل الإمكانيات مع توفير كل الأجواء اللي خليك تنجح انت راضي وشايف ان الجمهور راضي عنك طيب الأخطاء اللي انت بترتكبها من مباراة أخرى يا أخي حرام عليك ما ينفعش مش كل مرة يبقى بهذا الشكل الزمالك استفاد وقدر يرجع خبرتك قدرت تعيدك المباراة في دقائق انك انت تعادلت وبعد التعادل برضو كان ممكن تكسب وفي كذا كورة كفيلة يكفي كورة السلية وعلي معلون يعني لو سابها لولاني التاني كان التاني ممكن يخلص الماتش كان جاي وبشماله ثم رجعت المباراة مرة تانية لنادي الزمالك بكورة في العرضة المباراة أنا شايفها متوسطة المستوى يعني كانت تستحق انها تروح لكده أبرز ما فيها التحكيم بأمان التحكيم درس مهم لكن دي درس من الدروس للاعبة الأهلي وبقول أكتر من أربع خمس لعبة بأمان شديدة شوفوا الأهلي وجمهوروا بعملوا وي معاكم وفكروا حبوا الأهلي شوية حبوا انك تتعبوا شوية لازم تراجعوا نفسكم ما ينفعش الموسم صعب بويل محتاج رجالة وقفة وجمهور مش يقبل السنة دي يا كابتن الإسلام مظهور لك على فكرة أنا مش مع الموضوع ده ولكن أنا بسألك كلام حتى اللاعبين نفسهم يعني الإجهاد اللي عندهم لا يؤثر بأي شيء يعني أنا لما سؤلت في هذا الأمر عن مباراة الزمالك قلت لهم لا مباراة أهلي وزمالك دي ولا تقولي إجهاد ولا تقولي تاكتك ولا تقولي بتاعه هي ليها قصة كده بتتعامل لوحدها